من النقورة حتى مرتفعة مزارع شبع وتلالك فرشوبة 13 نقطة على طول الخط الأزرق تحديدا ما يعرف بخط لارسن الذي رسم في العام 2000 حيث الانسحاب الإسرائيلي نقاط يتحفظ لبنان عليها ولا يعتبرها حدودا نهائية له بل مجرد تدبير مؤقت اعتمد بعد التحرير في العام المذكور موقف كان أكده رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لقائد اليونفل مايكل بري الذي بدوره نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه فيما كان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وقادة الأجهزة الأمنية اعتبر أن بناء الجدار خرق فاضح للقرار 1701 كل ذلك سبق الاجتماع الشهري للجنة العسكرية الدولية للطرفين المزمع عقدها في مطلع شهر شباط المقبل إذن كل المعطيات متوافرة كما أن كل الوسائل متاحة لمواجهة هذا الاعتداء الخطوة الأولى التي يقترحها عدو قتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم هنا هي إعادة تفعيل فريق الهدنة الموكل بمراقبة الحدود هناك ما يسمى بالهدنة وهذا كانت بعد عام 49 بعد قيام القيام الغاصب وطبيعته العدوانية وبدأ بتوسعه الأمم المتحدة طبعا بعد اتخاذ جملة قرارات أنشأت في فترة معينة ما يسمى بفريق الهدنة الدولية وسميه هؤلاء بالمراقبين الدوليين هناك مجموعة فريق للمراقبين الدوليين لديه مركز في النقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية ومهمة هذا الفريق المراقبين الدوليين والذي طبعا يعود مسئوليته وتبعيته للأمم المتحدة للمنظمة الدولية بمراقبة الحدود اللبنانية الفلسطينية طبعا مزارع شبعة وكليل الكفرشوبة أمر واضح لدى الدول اللبنانية لم تقر ولم تعترف بأي خط أزرق في تلك المنطقة لأن كل هذه الأراضي داخل هذا الخط هي أرض لبنانية يبقى ورقة الشقوى إلى مجلس الأمن التي لم تقدم عليها الدولة اللبنانية بعد فقضية بهذا الحجم يفترض أن تكون من الأولويات بحسب هاشم لفتنا عناية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة لفت الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى ضرورة إعادة تفعيل دور فريق المراقبين الدوليين تقديم شقوى أكيد لمنع هذا العدو من استكمال بناء هذا الجدار إذن إن بناء جزء من الجدار لا يتخطى مئات الأمطار ووضع البنى التحتية له وإن كان ضمن الأراضي المحتلة يستدعي الاستنفار قبل أن يتجرأ العدو للغوص بأي مغامرة على حدود السيادة